موسيقى السلام عليكم ورحمة الله الخامسة في تونس مرحبا بكم مشاهدين في متابعة أخبار الحق تجع نساء من صاحبات أفكار المشاريع وحاملات الشهادات على الاستثمار الصغير وتوعيتهن بقدرتهن ومهارتهن المتنوعة وسبو لتطويفها محاول ملتقى تأسيس مجلس القيادات المحلية بنفط من ولاية كبلي الذي التأم خلال يوم توعية إعلامية نظمته الجمعية الوطنية للعدالة الاجتماعية والتنمية والثقافة بمدينة نفط في إطار تشهيع المبادرات والأفكار لبعث المشاريع والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي والمواجهة أساسا للمرأة بمدينة نفط نظمت الجمعية الوطنية للعدالة الاجتماعية والتنمية والثقافة بنفطة يوما إعلاميا توعيا لفائدة النساء الرائدات لبعث المشاريع بحضور ممثلين من الإدارات الجهوية والبحثات عن بعث مشاريع بل كانت ملفات توجه المندوبية المرأة مباشرة وهي لتدرس الموضوع وتحيل البنوك تولت عنا منصة رقمية يدخل لها البعثات قد ملفات امتاهم بل كانت عنا بنك التضامن بركة هو الممول تولت تحلت الممولين معنا بنك التضامن معنا بنك المؤسسات الصغرية متوسطة والبنك الفلاح كانت الجمعية هي دور الوسيط ما بين النساء هذومة والمسؤولين على مستوى جهوي يعني كطرف هما كطرف ممول يعني على مستوى جهوي ومعاهم أنفاص نساء صاحبات مشاريع على أقل أن تسهيل عملية تمويل هذه المشاريع مشاركات حضرنا في هذا الملتقى للبحث في سبول تطوير تجربتهن بعد تعرضهن للعديد من الصعوبات والإشكالات الصعوبات في قد العام اللي هي نجم تكون مفقودة رغم أنه تم إشكون يتكونوا في الخياطة وأما عندهم بعد جيت فتش ما تلقيش يخرجوا معندهم مش كفاءة ونقصين بارشة معند وزيد يفضلوا أنهم يخدموا في حاجات أخرى مش في الخياطة كما تميز هذا الملتقى بتوفير بعض النصاح وترشيد المشاركات في كيفية بعث المشاريع وتذليل الصعوبات لإنجاح أفكارهم وتجسيدها على أرض الواقع نقام مشروعي مجرد فكرة علش كل مرة ما نلقاش كيفاش كوني يشجع كوني يشكن نتوجه بشي جسد ليك الفكرة ذي كافي حذ ذاتها وكل حظرت بالحق تعرفنا على برشة مسؤولين اللي بدوا يوجهوك اللي نجم حتى يعملوا قدرس المشروع في حذ ذاتها وكل ولا يشجعوني هاني بديت نفكر إني بش ننجز نبيع في رب التمر نصنع في التمر نعرف زادا نصنع سكر التمر اللي هو الكنتيشي ونبيع على مستوى ضيق جدا جيت اليوم للملتقى هذية بش نشوف ونزيد نطور مشروعي وننفع ونستنفع وش كوني يمولني الملتقى مثل فرصة مهمة للنساء الباحثات عن تطوير قدراتهن واكتساب المهارة اللازمة وتشجيع المرأة على الانتصاب للحساب الخاص وقاية المسنين من أمراض شيخوخا وأهم نصائح التي عليهم اتباعها حتى يضمن صحة سليمة ومناعة طيبة بين أهم المواضيع التي تم طرحها في فعاليات ملتقى طب الشيخوخا السادس الملتائم بولاية القيروان التقليص من أثار أمراض ضغط الدم وتصلب الشريين والإثرابات الذهنية لدى كبار السن يكون عبر الممارسات الطبية وتعديل نمط الحياة وهي أبرز توصيات الملتقى السادس لتب الشيخوخا الذي انتظم بالقيروان تحت شعار خبراته الماضي وتحدياته الحاضر السنة ركزنا شوية على الجائحة بتاع الكوفيد إنه هو معلنتها شوفناه في تيلة سنتين الخصوصية في أمراض الكوفيد عند المسنين والأحصائيين متاعنا بشي يركزوا أكثر على البخيزان شارج ناخذ الأحصائيات تونسية على ثلاثة وعمروا فوق ثلاثين سنة مصاب بارتفاع ضغط الدم هذا كمام رقم مفزع هنا علقتوا بالمسنين المسنين يعني احنا كلما نتقدموا في العمر كلما عرضا بيش نصابوا بارتفاع ضغط الدم والتشخيص المبكر والعلاج المبكر بيش نتفديوا التحكرات الناتجة على ارتفاع ضغط الدم ينسيق ذلك الاتباع النظام الصحي الغذاء الصحي ونظام العيش الصحي هنا خاصة نأكدوا على أهمية رياض المشي ودامين نخصصوها ثلاثين دقيقة في اليوم وناقش المؤتمر المسجدات العلمية وأهمية تكامل دور الأطباء والعائلة في برنامج التأهيل والوقاية الصحية من أمراض الشيخوخة قصد الوقاية منها والتقليص قدر الإمكان من مضاعفاتها نعدوا العدة باش نلتلهاوا بالجانب الطبي وكيفاش ننقيوا أرواحنا وننقيوا نكونوا في شيخوخة آمنة من الأمراض بالغذاء السليم بالتعاطي الرياضة بالابتعاد عن الدهنيات بتعديل ضغط الدم والسكري حتى نخفضوا من الأمراض تقريبا إحسائيات تقول اللي في تونس فهمة بين خمسين ألف وستين ألف مصاب بمرضة الألزايمة لكن الأخصائيين يعتقدوا متأكدين اللي العدد هذا على الأقل إذن أن نضربه في ثلاثة أو في أربعة ما ينجمش يعيش مخير معين على خاطر يولي مرتبط به بيش يوكله بيش يشربه بيش يحكي معه بيش يخسله بيش يبدله بيش يتلهله بأموره الإدارية وتحتل شريحة كبار السن في تونس نسبة أحد عشر بالمئة ويتوقع أن تصل إلى عشرين بالمئة بحلول سنة ثلاثين وألفين فيما تصيب أمراض القلب وشريين ستة بالمئة من هذه الشريحة العمورية وأحيان ليوم لغة الإشارات العالمية الموافقة للثالث والعشرين من كل سبتمبر نظمت الأكاديمية الرياضية والتربوية للصنب تونس تظهورة احتفالية بمدينة الثقافة تم خلالها تقديم عدد من التطبيقات والمناصات التكنولوجية المواجهة لفاقديا السمع لتيسير تنقلاتهم وأنشطتهم اليومية حسب أحصائيات الاتحاد العالمي للصم يوجد أكثر من سبعين مليون أصم في كامل أرجاء هذا الكون وهم يحتفلون سنويا في الثالث والعشرين من سبتمبر باليوم العالمي للغة الإشارة الذي أحدثته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون محطة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس تطرقت في هذه المناسبة إلى الصعوبات التي تعانيها الأصم في المجتمع ودور التكنولوجيا في تسهيل اندماجه في الحياة العامة الموضوع التكنولوجيا في خدمة السم مهم برشا ليه في من السم يساملوا التكنولوجيا كما تطبيقات أي تطبيقة باش ناجموا يتواصلوا ومهم برشا تكنولوجيا الخامو اللي احنا نحب نعملوا مشروع التربوي المشروع التربوي ذي سهل باش يكون فما معلومات واضحة السهل بلو اختشارات توصل حتى لتليم ذا صغار بينما مهم برشا فجأت برشا كنت قبل جيمة وفميش حتى أطم يعمل حاجة يعطي الحلول معناتها للتكنولوجيا معتها فرحنا برشا خاطر معناتها فما فكرة جديدة مدينة الأكاديمية جابت فكرة مدينة متاع التكنولوجيا اللي اعطت هي الحل أفكار جديدة مثل باش نفسروا الامبورتانسة متاع التكنولوجيات متاع الاتصال والتطبيقات الجديدة اللي يعملوا فيها اللي يتعاون السم مقبل كنت في الجمعيات معالي جروب صحيح فما معناتها التواصل لكن بالعبر التطبيقات هذوية ولا تواصل أكثر التظاهرة التي نظمتها الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس شهدت تقديم عدد من التطبيقات والمنصات الإلكترونية التي تعمل على تسهيل حصول الأصم على مختلف الخدمات باش نعملو حاجات من الصوت من اللي تيكست من الصوت إلى الإشارات ولا من الإشارات للصوت ولا من الإشارات لللي تيكست دونك مثلا إذا الأصم أحتاج إليها معلومة يكفي أنه يشوفها مقرؤة هذه كان بعد الترجم إلى لغة إشارة الفما دي جو الذين مواجهين زادة للصغار ينجم أي صغير يدخل على السيد جوست أنه ينزل على الياه يلقى الجو قدامه يشوف الكلمة مصورة وإلى الكلمة بلغة إشارة وهو يحاول يربط ما بين الإشارة والكلمة نعمل نصة متع تدريب في مجال الإعلامية ونعمل تدريب التنمية الذاتية للصم خصيصا للصم نأهلوهم باش يمشيوا لسوق الشغل ونحب ونعمل لهم مجتمع افتراضي الدولي وينجموا يتبادلوا فيه التجربة متاحهم تحت شعار لغات الإشارة وحيدنا تم أحياء اليوم العالمي للصم الذي يعد مناسبة للتأكيد على أهمية دعم ونشر لغة الإشارة لتعزيز دور الأصم في المجتمع ذكرى اندلاع مقاومة المستعمر الفرنسي المسلحة جنوب تونس هي ذكرى سابعة بعد المئة من معركة رمثة تاريخية برمادى من ولاية تطوينة أحيتها الجهة اليوم في شكل احتفالي اجتمل على قفلة صحية متعديدة لاختصاصات وفعاليات فنية وثقافية متنوعة وكبتها كاميرا الأخبار في ذكرها السابعة بعد المئة أحيت ولاية تطوين أحداث ملحمة معركة رمثة الخالدة التي مثلت الشرارة الأولى لاندلاع المقاومة المسلحة للمستعمر الفرنسي في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر عام الف وتسعمائة وخمسة عشر لما شددت قوات الاحتلال الفرنسي قبضتها على هذه الربوع لتندلع مواجهات مع الأهالية نحن كابناء منطقة رمثة وأبناء تطوين عموما فخر لنا بشي اليوم نحتفلوا بالذكرى 107 للمعركة الخالدة معركة رمثة اللي طبعا في باية أول اطلاق رصاص على المستعمر الفرنسي صار من منطقة هذه هذه تخلينا اليوم نعتزوا بمنطقة رمثة وأهلنا وجدودنا من الدافع على التراب هذايا ما كانوا يفكروا فيه حتى يفكروا أن المستعمر يخرج بالحدود بين تونس وليبيا وقع إذن إحكام السيطرة وبالتالي أصبحت هذه القبائل وهذه العلوش محاصرة من كل الجهات وبالتالي فإن نقاط المياه أصبحت تحت إمرة المستعمر وبالتالي فإن الأهالي تضايقوا من هذه المسألة كثيرا وبالتالي كانت معركة رمثة أولى المعارك هي ذكرة عزيزة على نفوسنا دارت رحاها على مدى يومي 25 و 26 سبتمبر 1915 استشهد فيها أكثر من 55 شهيدا وكذلك قتل فيها من الجنود والضباط الفرنسيين أكثر من 56 قتيل وهذا دليل على ضراوة وحجم المعاركة آنذاك في ذكرة الاحتفال الرسمي بهذه الملحمة فقرات متعددة توزعت بين الترحهم على أرواح الشهداء في نصب التذكارية وإقامة معارض وثائقية والاستناعات التقليطية ومنتجات الحرافيين إلى جانب قافلة صحية متعددة لاختصاصات حافظوا أحياء ذكرة شهداءنا اللي خلوا رسالة اللي تمسكوا بالأرض لكن الأرض يلزمها تكون عامرة نحن ونجور رمثة نلقوا رمثة على حالها لأنه تحس كونه رمثة بالذات مستهدف في التهميش على مستوى التنمية على مستوى التشخيل تلقى حتى مشروع يعني اللي هنا تحس كونه فمه افتعال لتهجير مواطنين هنا متساكنين هنا برمثة يعني أبقوا أنتم أنا لكم ذكراكم لكن الرمثة ما نش بشتوروا فيه هذا اليوم مش معقول بشتواصل لهم يعني لازم نلفت نظر كبير الرمثة يلزم نخمم الناس كل مع بعضنا يلزم نعملوا برامج تنموية حقيقية مش وهمية أحياء هذه المعركة بكل معاني الفخر والاحتزاز لما قدمه الأجداد من تضحيات في سبيل الوطن يظل أهالي رمثة ينتظرون التفاتة تنموية حقيقية لمنطقتهم وبكيف الكاف نختتم المعارضة الإخباري مشاهدين وكيف الكاف هي تظاهرة بيئية سياحية ثقافية تنضب في دورتها الأولى بالكاف دعم للسياحة الثقافية بالمدينة الزاخرة معالم أثرية وزادا ثقافيا وترثا ماديا ولا ماديا متنوعا ما يجعلها قبلة السياح من تونسيين وجانب معالم مدينة الكاف ومواقعها الأثرية دبت فيها الحياة هذه الأيام بمناسبة الدورة الأولى للتظاهرة الثقافية والسياحية والبيئية كيف الكاف التي تنظمها جمعية المتحف المختبر على امتداد ثلاثة أيام نخدم مع توسكي رندوني كامبينغ الحاجة هذا من كله نخرجوا للسياح والزائرين اللي جونا للكاف نخرجوهم في مسلك سياحي طبيعي بامتياز اللي هو رقم واحد في الكاف معتها هذا المسلك اللي يتخدم في الكاف بش نلقوا فيه معتها ديبانو واللائحات اللي يفهم الفون والفلور معتها الموروث الطبيعي النباتي والحيواني في مدينة الكاف التظاهرة تضمنت زيارات مرافقة إلى مختلف المعالم والمواقع إضافة إلى سهرات فنية وفقرات ثقافية متنوعة نعم زيدا عن مثلا كما باركور حكاية في حكاية ولا مسلك السياحي حكاية في حكاية اللي يحكينا على الخرافات والأساتير تعويليات الكاف عن زيدا المسلك اللي يحكينا على الطرق الصوفية اللي موجودة زيدا في وليات الكاف اللي هما بروجيت اسمه جوجما ومثلت التظاهر لزوار الجهة من التونسيين والأجانب مناسبة لاكتشاف ما تزخر به مدينة الكاف من مخصون حضاري وتاريخي ومن منتوج بيئي وإيكولوجية من شأنه أن يؤسس لقطاع سياحي هام لقد وجدت المسلك الذي تم تحديده مثيرا للغاية وبصفة خاصة أحببت المدينة العديقة وأزرنا القصبة التي تم ترميمها بشكل جيد وكذلك كل ما يحيط بها أجواء رائعة جدا طبعت زيارتنا للمدينة مع أطلالة جميلة جدا أحب الطبيعة والتنزه ومن دواعي سروري أن أكون بينكم في هذا التقصي الجميل والمدينة الرائعة والشباب الذين يقدمون لنا عدة استفسارات إنها تجربة مميزة كيف الكاف تظاهر ثقافية وسياحية جديدة تعزز المشهد الثقافي بمدينة الكاف وتهدف إلى تثمين التراث المادي واللا مادي لمدينة الكاف خدمة للتنمية المستدامة حتى ألتقيكم في موعد الثامنة الإخباري مشاهدين أجمل التحايا وإلى اللقاء